برج الحمل انت اه حاليا طاق طاق غريبة شوية انت اه خايف من حد اوكي او دي كده الاول لا دي اه خايف من حد او خايف من ردة فعل حد وطاقة الشريك محتار ممكن تكون الشريك اه مهددك بالرحيل ومحتار ما بين يرحل ولا مرحلش ممكن يكون الشريك عنده الطرف التالت ومحتار ما بينك ومن حد ولذلك انت اه خايف جدا انه بجد يعمل اللي في دماغه ويرحل بعيد. اه باين جدا ان الشديك فعلا عنيد قوي ومصدر لك وشي مش لطيف. ده بتاعنا نشوف كده مشاعره ايه? مشاعرك. انت اللي عندك الطرف التالت ولا ايه? شاكلت كده انت عندك الطرف التالت. ممكن يكون هو كمان عنده طرف تالت. هو كمان ممكن يكون عنده طرف تالت. طبعا دي انا عملت توضحات كده عشان الناس اللي بتزعل من التفنيط. بتقول لك ايه الصوت التفنيط وحاجة جدا. دي بص يا برج الحمل. خلينا متفقين ان القراءة ممكن تكون عكسية. يعني انت مكانك هنا ده الشريك هو اللي هنا وانت اللي هنا. تمام كده? اوكي? عشان متفقين. لكن احنا هنقرأة على اللي انا عملت وان الشريك هنا وانت اللي هنا. طيب بص يا برج الحمل. الشريك الان في وضع التركب برقبك. برقبك ولكن مختفي عنك. اه اختفى عنك ليه? لانه بيفكر جامد قوي. ولما بيكون معاك ممكن يكون بتصعب عليه مسألة التفكير دي. يعني ممكن تكون بتزن عليه شوية بتقعد توجيه اللي تقوله اخلص بقى انا تعبت انت معلقني انت جزق والحاجات دي. تمام? فهو اه يعني مجمد مشاعره عليك لانه عنيت جدا ومختفي مختفي تماما. ممكن يكون عملك بلوك على الواتساب. ولكن رغم هو بيفكر لسه. ما نهاش. اوعد افتكر انه نهى يعني. لا 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 لسه ما نهاش. هو بيفكر. السيناريو الاخر ان هذا الشريك عنده طرف اخر وبيفكر ما بينك وما بينه مش عارف يختار مين. يكمل معاك ولا يروح يبتدي بداية جديدة بعيدة عنك. طيب. هناك سيناريو اخر ايضا. حب انا اقول السيناريات. انتو اللي اتنين ركز معي بقى بس ايدا كبرج الحمر. انتو اللي اتنين عندكو طرف تالت. سواء انت رجع لك طرف تالت من الماضي او هو اصلا عنده طرف جديد او قديم. تمام? تمام. لان انت عندك هنا التلات عصيان والتلات كوبايات. فانا مش عارفة في الصراع غير كده. هي قدامي كده. انت عندك طرف تالت. وزهقت من العلاقة دي وعايز تنهيها وتروح للطرف التالت ده. حلو حلو. فهو اكتشف ان عندك طرف تالت قال طب يلا. كويس او انك جيت في الوقت المناسب. انا كمان عندي طرف تالت. شخص عنيد على فكرة. هذا الشخص شخص عنيد. ويبين دايما للناس انا مامية. وعندي بص بص يقولك انا عندي كتير قوي. انت انت ولا ولا حاجة. يعني ايه كوباية تنقص ما بينهم مش مشكلة. انا فقور باللي عندك. فهو عنده طرف اخر ايضا وعايز يبتدي معه بداية جديدة. حلو? حلو جدا. وانت كمان عندك طرف. ممكن يكون الطرف ده مش علاقة. ممكن يكون حد عارض عليك عرض. واحد متقدم لك. اه ابن خلتك ابن عمتك. الزميلة كوكي. مسلا اي حاجة من الحاجات دي. ممكن تكون قلتله. مسلا. وممكن تكون ما قلتلوش. طيب. الشخص ده شايفك ازاي? بص بقى شايفك شايفك ازاي بقى? بص بقى يعني هو يعني هلوه ذكي بهذا الزكاء الخارق مسلا هنقول مسلا على ايه? انه شايفك اتمعز. شايفك ان انت ام انتتغيرت. مش اتغيرتي للاسوأ. انت تغيرتي للاحسن. فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هادية. طبعا ما بعيبش على الزنانين خالص اوكي? عشان بس ما حتيجي يقول لي يعني بتزن. من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها. نبدي مثال تاني. ما كنتيش محجبة اتحجبتي. تغيير عموما يعني. او كنت محجبة قلعت الحجاب. بدأت تهتم بنفسك. او بدأت انت كمان تهتم بنفسك. بقيت تهتم بحالك. فهو استغرب ايه ده? ايه التغيير المفاجئ ده? وانا جاي امشي. تقومي متغيرة? بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك. وان انت مبسوط جدا. مفيش حاجة. هتمشي? همشي. هتبعد? هبعد. هتروح لطرف تالت? هروح لطرف تالت. مش لازم الطرف التالت يا جماعة يكون خيانة. ممكن يكون عرض اخر متقدملي وانا مرتبطة. ولكن هذا شخص اللي انا مرتبطة معاه. شخصي مش كفر. مش كويس. فانا عايز اسيبه. عشان العلاقة كانت ببيضة. فانت اتغيرت يا برج الحمل. اتغيرت. وما بقيتش بتاع زمان. ما بقيتش الشخص اللي ممكن يكون اا ممكن تكون مسلا كان كل ما هيجي يمشي تمسك فيه. مسلا. ما بقيتش كده. بقيت يتم بنفسك. وتسيب كل حاجة بقى ورى ظهرك. حرفيا. وانك عايز تبتدي بداية جديدة. وباصص لقدام مش لورا. عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح. يرتبط. وانا هفضل كده لأ. طب خلي بالك بقى انا عندي طرف تاني. يلا يا عمس. مفاجأة مش كده مفاجأة. طب هو شايفك كده. انت شايفه ازاي بقى بص بقى. فيه اختلافات مبينكو على فكرة. فيه اختلافات قوية كمان. ممكن تكون في التفكير. انت شايفه ان هو شخص اه مش عايز اقول خدعك. ولكن هزا الشخص رحل مرة وحدة. بدون ادنى مقدمات. فجأة 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 رحل من هذه العلاقة. شوف الجمال. شوف العلاقة. اربع وصيان ورد. ومسكين ورود وبنحب بعض. قلبت. اه قلب سوري. قلب الصبحة في ثانية. في الثانية قلب عليك. انت شايفه شخص ايه ده? ايه اللي ايه اللي خلاك تعمل ده كله? ما انتش فاهم. عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق. انت مش مصدق اللي بيحصل. ده حقيقة? ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة? انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور. لو هو قفل عليك عملك وكده كل حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك. ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدم لك عرض. وممكن تكون مسلا قلت له بالليل انا متقدم لي واحد امعملك بلوك. من غير ما يسمع. من غير ما يعرف التبرير. مشي. انه شخص عنيد. وما بيقبلش حد يهزمه اصلا. اصلا ما بيقبلش حد يهزمه. وما بيقبلش حد يقوله انا ماشي. هو اللي يمشي. اه بس هو عنده شخص تاني. عنده شخص تاني على الحاجر. فانت شايفه انه هو اه اختفى مرة واحدة. وهد المعبد عالي فيه. موت المشاعر الحلوة. موت الاستقرار. كل حاجة واقع. كل حاجة واقع على الرسيان دي. خليها رملة. لا ومع ذلك هو ما شايفك ان انت شخص اتغيرت. بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف تالت بقى سيناريو ده لو هينطبق عليكم. هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش ليه هو. خالص. مش ليه هو خالص. طيب. فيه اختلفات ما بينكم. مش عارفة عليها اختلفات دينية ممكن. ممكن. ممكن تبقى اختلفات دينية. ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني. فكرية. ممكن تبقى اتنين شبه بعض ولكن اختلفات فكرية. طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملو? بص بقى. بص بقى وركز معايا. الشخص ده عايز يشتغل على علاقة. علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش. حتى الان. هو حتى الان محتاج. بس هو عايز يشتغل على علاقة. وعايز يبتدي علاقة اصلا. وعايز ينهي الصراع ده بقى. كفاية بقى كفاية. هو فيه صراع ما بينكم. تقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتتخنقوا. حاجة زي كده يعني. يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي. فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة. سواء معاك بقى او مع حد اخر. ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة. حتى الان ولم ياخد ذلك القرار. بس بكل بساطة. لكن هو كل منيته انه ينيازي الصراع. سواء كان ببداية معاك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك. انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع. خداعك. مشي من العلاقة مرة واحدة. وانت انت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل مش زار. وان كنت ما تغيرتش ابدأ. انت انت شخص جميل قوي على فكرة. وعندك عندك 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 مشاعر التهيير. عايز تتغير. عايز تتغير حياتك. انت شاعر ان العلاقة دي ايو ايو انت شاعر ان هذه العلاقة اه كانت علاقة مملة. او مش مملة. مش مملة بالمعنى الحرفي. ولكن كان بينقصها شيء. ايه هو بقى ان مش عارف تحط ايدك عليه. يعني هي فيها استقرار. فيه كنين اهم وقفين اهم مبسوطين. بس في حاجة جوه العلاقة ديك اتنقص. ممكن تكون انت كنت مش 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 فاهمها مش فاهمة او انت او انت مش فاهمها. حاجة زي كده. ولكن انت الان في ثوبك الجديد. عايز تتغير. وده فعلان بس. مع المشن ده الساحر. يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هيشوفك يقولك انت تغيرت. انت عايز تستقر يا برج الحمل. عايز تستقر. انت عايز ممكن نقول ايه? عايز تتجاوز وتبتدي بداية جديدة بقى. كفاية بقى. فيه ازمة. فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى. ترتاح. وتقعد مالك كده زمانك. تخلص من الخناء الفاضية دي. تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه. يروح داحك كده ومش رادد عليك. طب ليه عام بتاني معايا كده اول مش طائق. مش عايز اشوفك تاني. مثلا. وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية. ممكن تكون علاقة سلسية. هو عنده طرف. لكن انت مش عارفة عندك طرف. ولا نشوف النصيحة في الاخرى نشوف الكلام ده. لكن انت عايز تغير حياتك. انت عايز تستقر. انت عايزة تبقي ام. عايزة تتجوزي. انا بالزبط انت عايزة تتجوزي انا مش بغز. والشخص ده ممكن يكون كل ما. الشخص ده ما كانش واضح. بالزبط. الشخص ده ما كانش واضح معك. كان فيه غموض من ناحية مشاعره. ما كنتش فاهمة. هو عايز جواز ولا عايز آآ لعب عياله ولا انت عايز ايه بالزبط. مش مش راضي يوضح. لانه فيه طرف تاني في العادية العلاقة. فيه طرف السورية التالت. عشان كده ما كانش واضح. ما انت مش فاهم ما هو بيعمل كده ليه. وعادي من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه. ايه يا عم اعمل تخرج وتيجي تخرج وديجي. انت انا طبيبت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت. اتغيرته. ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص. انت ممكن تلغيه تمسحه باستيكة. انت جاي لك عرض على فكرة. صح كده. انت جاي لك عرض خطوبة. ده اللي هنشوفه تاني. انت جاي لك عرض خطوبة. عرض زواك صريح. فيه شخص جاي يقول لك تعالى. تعالى بقى انا انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي. انت عايز تستقر. عايز تستقر وتتقدم للامام وتترك تلك العلاقة. تترك تلك العلاقة. فا فا فا. لكن هو هو عايز ياخد قرار. شخص ده متردد. وعنيد. وما بيرساش على بر. ويتعب. هو تخصص تقلبا كده بيتعب اللي حواليه وخلاص. بس. يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي. يديك شهات مشاعر. يحسسك بان انت ملكت الكون في ايدك. وبعد كده يجري. يا عم عايز ايه? انا معرفش انا عايز ايه. انا معرفش انا عايز ايه. انت ممكن تكون بتتعامل مع اه برج ايه يا ربي. برج الحوت. الكوس. اه برضو. انت او كي? وبرج هوائي. وبرج مائي. وبرج الدلو. وبرج اه برضو ايه? هنشوف تاني. والسرطان. السرطان والطور. السرطان والطور. طيب. هذا الشخص بقى وده الغريب بقى. ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي اعتستقل. الشخص ده ممكن يكون بيين لك. بيين لك. ان هو مهمل. وانه مش بتاع جواز مثلا. وانه شخص متردد وكان فيه طرف تالت وكلام ده. ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله اه علاقة زا ستار. واه علاقة جميلة جدا. وتحقيق امنيات. هي كانت امنية. امنية في ايه بقى? هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة. والله مش مش هزاري يعني. انت ممكن تكون مش شايف ده. وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحمل. عشان كده مش رادي يرسيك على بر. انت كل ما تقولوا احنا هننهي ولا هنرجع ولا 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 هنرجع. فهم مش عارف محتار. لان هو شايفك الاس اف كابس والاس الفانتكالس. انت حقيقة في حياته. انت حب. وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حاجة حلوة هتبقى علاقة مصمرة. شايف كده. هي كانت امنية بالنسبة له هذه العلاقة. اوكي هو شايف كده دي وجهة نظره. انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات. بالزبط زي ما قلتلك. في حاجات فيها ندم. فيها ندم. في شخص بيدي ويجري. شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معه علاقة اصلا. يعني هو ده المعنى الدقيق يعني. وشايف ايه كمان? بالزبط انت شايف ان هو كان معلقك. وكان ما كنتش فهمه. ايوه هو شخص مش مفهوم. غامض. شخص غامض. شخص غامض. مش مفهوم. شخص متحكم قوي مسيطر. ويحب يسيطر على اللي معاه قوي. ويمشي على كيفه. وانا غامض وهفضل غامض. انت متتحكميش فيا. لو راجل انت متتحكميش فيا. ولو اسد ما لكش دعوة بيا. انا اقرر وقت ما اقرر. وكان معلقك معاه وهو ما بارد. شخص بارد. ما بيحسش. اوكي? انت عايز تمشي بقى. عايز تبص لحاجة تانية. انت بصص لحاجة تانية. مش بقولك انت في حد ما قدمناك عرض. انت بصص لشيء تاخلي. عايز تمشي وترحل من هزي العلاقة. ممكن يكون لان هو شايفة كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك. بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة. ولكن لم يقرر بعد. ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص. طيب النصيحة ايه بقى? طيب. بص يا برج الحمل. والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به. العلاقة دي علاقة سلسية. اوكي? اه طرف ده عنده طرف تاني. عنده طرف تاني. ماشي? اه وانت عندك عرض. في حد مقدم لك عرض. اوكي? النصيحة بتقول لك امشي بقى من وجع القلب ده. انت موجوع على فكرة. موجوع مش ظهر. فامشي بقى من وجع القلب ده. واخد قرار حازم بالرحيل. خد قرار حازم. انت انت مش عارف. انت كمان محتور. خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى. بالزبط كده. لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل. رح له لان ده العرض الصح. ده قدرك. ربنا بعيت لك عرض لطيف. لو متقدم لك شخص تاني. خطوبة. آآ علاقة تانية. علاقة جدة. علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي. لو لو شخص متقدم لك. فدكرتك اصلا دكرتك. دكرتك. ارجع بقى لاصلك والذاتك. واقفل على الموضوع ده تماما. خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده. ده وجع قلب. الشخص ده هيفضل يروح ويجي. يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد. وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه. فانت تقول له بص انا هريحك. انا ماشي. اعمل اللي تعمله بقى. انا رايح لعرض تاني. انا رايح لحد تاني. في حد تاني احسن. في حد تاني احسن. لاكتر ولا قلب. الموضوع صعب. الموضوع صعب. طبعا موضوع صعب. طب نشوف لك كده لو في عرض تاني. العرض ده ايه? عشان برضو نبقى متأكدين. هلا هناك عرض اخر. انت عايزة تنزلي. اه اه. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي على الاستقرار. توقم الروح يا سيدي. يا سيدي يا سيدي. يلا يعني. بست. خطوبة. انت عايزة تتجاوز. مش بقول لك ده عايزة تتجاوز. او انت عايزة تتجاوز. اصلا مش لازم تكون دي سيدي يا لو راجل بيتفرج. انت عايزة تستقر. لان هنا برضو عندي الراجل اهو. بص. ده جز دي. ده جز دي اصلا. فلو انت راجل يلا يا عمد. خش على دي على طول. خش عليها وقول لها مساء الخير. مساء الخير فضل الكوباية. يلا انطلق يا برج الحمل. انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب. الشخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجته كانت نجمة هو هو هو. ولكن هو مش هيتغير. هيفضل الشخص الحيران. هيروح ويجي. يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر. طب وعلى ايه? انا ماشي. انا ماشي. همشي لعلاقة تانية. انا عايزة استقر. عايزة اتجاوز. عايزة راحة. مش عايزة وجع قلب. عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل. مش عايزين ده. ده وجع قلب. ارحل من وجع القلب. انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل. هعتبره مقلوب. هعتبرك هتوعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وطرحل من هذا الشخص. طرحل منه تماما. اوكي? خلينا متفقين على كده. خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص. في تو امروح جاي لك. في تو امروح جاي لك. في شخص تاني هيجي لك. لكن هذه العلاقة علاقة ثلاثية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب. او دخل في علاقة تانية. احتمال وارد. احتمال وارد يعني. مرسي جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعكتكم. واتمنى ما يكونش. يعني انا عايزاك يبقى مشاعرك يعني ده كارتك. راح فين كارتك? انا عايزاك تبقى شبه الرجل ده. ده كارتك اصلا. انت لو جاء لك حد من برج الحمل شبهك. خدوا عشان ده توقم روحك. خد الكارات بقى ورحل من هزي العلاقة. يا رب تكون الكراءة عجبتكم. الكراءة للمرة الست ومئة. ممكن تكون عكسية. شكرا لكم يا رب ومسيليكم.